ذكرت قبل شوية حيانا السعوديين لما يسافرون بره يشوفون هذه المظاهر منتشرة يعني الذكرة لما كنا ندرس في أمريكا كانت الكرامية أو التب إجبارية في الفواتير بحكم يعني أسباب تاريخية أمريكية هل تشوف أنه كثير من السعوديين لمسافروا الخارج يعني استلطفوا الفكرة هذه واستخذوا مثلاً زي ما ذكرت مشاعر الكرام عندنا بحيث أنها تقدم للعامل إحنا غالباً غالباً نسافر مستنسين يعني رايحين نوسع سدورنا وبنصرف فغالباً عندنا هذه المشاعر أنه إحنا نروح وندفع ونصرف ونرى أن هذا الأمر يعني من ضمن اتكيتنا أو بريستيجنا أو يعكس صورتنا إحنا كسعوديين ومرت علينا جميع نواقف أن إحنا ممكن ممتعظين من شيء ولكن لأنه بإسمك كسعودي بلا مبالغة أن تلقاً يعني نضرب بريك شوي ما يطلق ندخل فيه جدال أو كذا أنه ما ينحسب علينا هذا الأمر خصوصاً في مجتمعات غربية نرى أحياناً أنهم يتصيدون علينا مثل هذه المواضيع ولكنها مسيئة في النهاية مسيئة لك أنت كشخصاً فيها نوع من الاستعلال يعني أنا مثلاً لو أقول بروح مثلاً مثلاً ما تفضلت أنت كنت مثلاً في أمريكا تدرس وكنت كل يوم مثلاً تفضل في نفس في مكان كافي شاب جنبك وذلك كل يوم أنت مع معك مبلغ مثلاً يسوى أو كذا أو على يعني لأي ظرف كان والأكرامية كانت أقل من اللي هو متعود عليه في ناس يعطونا أقل منك حرفياً لكنه هو متعود على الأقل تغير تعامل معك وهذه مشكلة أنت هو عمله مرتهم بمدى كم تبتعطيه ودخله مرتهم بمزاجيتك ويتوقعه منك ذات المبلغة وأعلى أنا من حقي أتوظف أي مكان أنا أعرف نهاية الشهر كم دخلي وأكون متوازن ودخلي وأعرف أن جهدي هذا الشهر في مقابلة هذا العمل هذا المبلغ هذا الدخل لكن الإكرامية ستكون إما سباق الحصول ما بين العاملين يا أما أنها مثل ما يعني تبتكون أكترونية وتوزى على الناس يا أما أنها تبتكون مضرة من ناحية كرامتي فبطر أن يتودد في مجتمعات بدون ما نسميه جلوف خليل السيوم يعني ناشفين مرة فأنت بتضطر أنك تتعامل معهم بطريقة غير سيئة غير سيئة عفوا نحن دائما ننظر لها مثل ما تفضل من أو من البداية كرم رحمة عاطفة طب لما نشوف الدول اللي ما فيها الإكرامية هذه الثقافة وكيف منعت وصولها للمجتمع يعني هل في سلوك معين اتبعت تلك الشعوب بحيث أنهم مصرت الإكرامية جزء من المبلغة يدفعونها حفظ حقوق العامل حفظ حقوق العامل مهم جدا الحد الأدنى من الرواتب مهم جدا وهذه الحمد لله مطبقة عندنا ولكن في بعض الثغرات اللي نتمنى أنها تتقفل يعني أنا بالنسبة لي أتمنى أنه ماذا لن موضوع الإكرامية وأن تكون موجودة بفاتورة أو كخيار أن يرفض تماما يعني أتمنى أنها يرفض تماما ولا يقر لأنها أنا أقول تبعاتها سيئة جدا وخصوصا تبعاتها إن كنا نتكلم اقتصاديا تبعاتها على الأجور مستقبلا تكون سيئة جدا هذه سوف تخفض الأجور بشكل كامل وفي بعض الدول نشوف موظفين يتوظفون في مكان بلا راتب فقط لأجل الإكرامية فقط يتوظف علشان يأخذ إكرامية وننتخل نصل للنقطة هذه في يوم والأيام نصل لماذا؟ لم نحن مختلفين عن باقية الشواء في التدريج سنصل إلى نقطة أن يوظف عامل يقول لك أو يوظف أي موظف يقول على حسب والله أنتو شغلك أنتو شطرتك يأتونك إكرامية طب من ناحية الثقافة يعني ودي أرجع لك على قضية الكرام والعطاء وكذا يعني نحن شعب معروف بالشيء هذا فلما تأتي إلى المحاك زي أنا قصة حكا تكياها نضد الإكرامية حقيقة لكن لما سألني العامل أنا خجلت أقول له لا يعني هنا الثقافة المتأصلة عندنا كيف الواحد يقدر يتعامل بالموقف هذا معه؟ يعني أول شيء هو الصرامة في مثل هذه الأشياء ويعني ما أود أن نكون قاسين في الموضوع هذا نحن قاسين ما أود أن نكون قاسين ولكن المبدأ رفضه تماما أنا أقول القصة ما لها دخل في الإكرامية صارت معي من قبل زي القرار خلنا نسمي قبل خمس ست سنوات أنا أرفض أتكلم في مطعم إنجليزي أرفض إلا إذا طلع شيء تلقاي إلا إذا طلع شيء تلقاي يعني أروح المطعم أجلس ليش أنا ليش أتكلم يعني أنا ليش أنا حاول أجريك أنا لغتي كويسة وأقدر أتكلم وأقدر أسوي كل شيء بس ليش أنا أحاول أجريك فهي بدأت يعني من مرة المرات أنه التزام ليش يعني أنا شعرت أني عرفت لي كأنه في في شيء غلط في الموضوع هي ثقافتنا يفترض أن نتعامل معه بهذا الطريق الإكرامية نفس الطريق هو لو ما لو يحط في بالك أو حطيت في بالك أنه أنا ستركت في هذا الشيء أنا ما رحل إطلعت ستركت منك إطلعت إيه من إنجليزي لأنه مستحيل أني أنا أنا صار في هذا الشيء مستحيل أني أنا أغيره ولا أعطي إكرامية نهائية ليس بخلا ولا لها علاقة في مرؤتك ولا كرامك أنت طلبت منك خدمة وقدمت لي هذه الخدمة ودفعتها خصوصا مثل بالتطبيقات التوصيل أنت أخذت حتى قبل ما توصلني وقبل ما تجيني وتبع إكرامية مصير يعني زي في مثالك الأول ممكن صاحب المطع عندما يشوف كلهم يتكلمون إنجليزي ما يحرص يجيب عامل يتكلمون لغة العربية صحيح في المقابل عندما يشوف كل العلم يعطوني إكرامية يقول لي شرف عراتبو ليش شرف عراتبو خلاص أنت تأخذ إكرامية وما يحتاج شكرا